استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي بقصر للتحادية وزير الخارجية الإيطالية أنتونيو تياني صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مصر تعتز بعلاقتها تاريخية الممتدة والمتميزة مع إيطاليا على المستوى الحكومي والشعبي مؤكدا أن مصر تطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها في إطار الشراكة الرسخة التي تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات السنائية بينهما ونقلها إلى أفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضراتهم العظيمة ومكانتهم المحورية في المتوسط ولما فيه خير للشعبين الصديقين اللقاء تناول عددا من الملفات الاستراتيجية الهمة فيما يتعلق بالتعاون السنائي بين البلدين فضلا عن التباحث وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة